برحب بكم مشاهدينا أهلا وسهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامج لايف كلينك لايف كلينك مش بس برنامج لكن خطة لنا وليكم عشان نوصل لحياة صحية ونفسية جيدة ونحافظ على صحتنا وبندقش أيضا في برنامجنا كل ما يهم الأسر المصرية والمجتمع المصري من اهتمامات طبية ومشاكل اجتماعية ونفسية وبدنية وبنحاول دايما نلاقي أفضل حلول لها وده من خلال لقاءتنا مع مجموعة كبيرة من الأطباء والإخصائيين في المجالات المختلفة واللي هيجاوبوا على استثارتنا وتساؤلتنا موضوعاتنا النهاردة مهمة لحياتنا وصحتنا أول فقرة هنتكلم فيها عن المرحلة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي مصر بتمر بمرحلة جديدة من الديمقراطية لكن إزاي نتعامل مع الرأي الآخر إزاي نتقبل الرأي الآخر إزاي نتعامل مع حاجات إحنا رفضينها ده هنعرفه من ضفتنا الدكتورة سهير الغنيمي وأستاذ مساعدة طب النفس بجامعة عين شمس أهلا بك يا دكتور وشرفتين الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن طب العيون العين من أهم أعضاء جسم الإنسان إزاي نحافظ على صحة الإبصار عندنا إزاي نحافظ على صحة العين وإزاي نحافظ على قوة الإبصار عندنا هنعرفه من دكتور ممدوح الشافعي استشاري طب وجراحة العيون اسمحولي دلوقتي نبدأ أولى فقراتنا مع دكتورة سهير أهلا بك يا مرة تانية دكتور يعني مصر دلوقتي بتمر بمرحلة جديدة من الديمقراطية وفيه أراء مختلفة كتير وفيه بعض يتقبل أراء والبعض الآخر لا يتقبل أراء لكن إزاي أنا أستعد نفسيا ويكون مهيئة نفسيا أن أتقبل الرأي الآخر خلينا نقول من الأول أن إحنا لسا مش في دموقراطية قوي ولكن إحنا عندنا حرية أن كل واحد دلوقتي ممكن يقول رأيه رأيه ده ممكن يعجب حد شبهي فيبقى معايا أو ما يعجبش حد فيرفضه تماما ويبتدي أنا نبتدي نشوف الأعداء بيننا يعني إحنا دلوقتي المرحلة الحالية أن أي حد ضدي أي حد مختلف معايا فهو ضدي وده ده المشكلة بالنسبة لأن إحنا النهاردة بناخد فترة من الحرية وفترة الحرية دي بتديكي مساحة أن أنت بتشوفي بتقيمي معتقداتك بتقيمي تفكيرك بتقيمي أنت بتصرفي زي بس إحنا عندنا الفترة من الحرية دي يعني إحنا بقالنا هل إن إحنا كنا بقالنا 30 سنة ما فيش أراء بنسمعها ما فيش ناس كانت ملهاش الحق أن هي تتكلم فده اللي خلينا إن إحنا لما نسمع رأي آخر مدام أنت مش معايا تبقى ضدي لأ هو إحنا كنا بنتكلم بس ما كناش بنفعل دلوقتي بنتكلم وبنفعل هي دي الفرق بس لكن هي زي ما قلنا في الأول أن أنا بشوف المعتقدات بتاعتي المعتقدات بتاعتي في الفترة دي أنا لسه مش عارف بقيم التصرفات بتاعتي وبالتالي لو لقيت حد شبهي فأنا بصدق أه أنا صح وإحساس البرعادة من أنه صح وأنه هو بيفكر بطريقة صحيحة هيخليه شوية منحاز فأنا لو أنا شوفت حد معايا يبنى صح يبنى الخط اللي أنا ماشي فيه صح لو لقيت ناس ضدي فأنا بحاول أقنحهم أقنحهم ليه عشان يبقوا زي عشان يبقوا شبه بعضينا ما فيش اختلاف لأن إحنا مش متعودين على الاختلاف الاختلاف معناه أن فيه مشكلة أو أن أنا مش فاهم ليه هو مختلف عني بس مش الاختلاف يعتبر أحيانا حالة صحية مش في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا مش متعلمين يعني اختلاف اختلاف معناه أن أنت عدوي يعني أنا النهاردة لو اختلافت معاك في الرأي وبالتالي احنا بنبذأ ودي أبسط مثال الحوارات اللي بتحصل أن هي مجرد شدة حبلة من اللي يكسب في الموضوع لكن هي النقاش الصح طريقة المناقشة الصح أن أنا أقول رأيي وانتي تقولي رأيي نطلع صحاب أوكي وممكن لسا مختلفين لكن ما زلنا صحاب ليه لأن العلاقات بيننا أقوى كثير من رأيي يعني أنا العلاقات بيني وبينك هتبقى أحسن كثير من أننا مختلفين في رأيي في طريق التصرفات في طريق التعاملات في الطب النفسي في حاجات اسمها الديفانس ميكانيزم أو القوات الدفاعية إن أنا أقدر أتعامل مع الموقف اللي أنا بواجهه عشان أقدر أتعامل ودي على فكرة ما بتبقاش بتبقى بدون وعي يعني ما فيش حد بيقول أنا عندي الإنكار لا هو من غير ما يقصد هو شايف إن أنا شايف الحاجة أقصاده ودي بتحصل كتير في المرحلة الحالية وتلاقي بيعلل وبيقول لك لا لا دا ما كنتش أصدهم لا لا دا كانوا كويسين لا ليه لأننا لو صدقت إن الناس اللي أنا مصدق فيهم تلعوا بالشكل دا يبنى غلط يبنى هيجيلي ألا طب أنا هتصرف إزاي هتعامل إزاي في الموقف اللي أنا فيه فهتلاقي التصرفات بتاعتنا منتضربة كده تلاقيكي مثلا فيه موقف آه صح لكن أنا لو رجعت الدماغي يبنى بتصرف غلط يبنى معتقد غلط لا إرجع بقى إرجع تاني والراجل دا ضدي فبعد عنه بس نفسيا إزاي أوصل لحالة توازن حتى لو الرأي الآخر أنا مش متفقة معه أنا مش عاجبني وبرفض الرأي الآخر إزاي أوصل لحالة توازن بحيث أن أنا أتقبل وأتعايش معاه اعتقاداتي نفسها يعني أنا النهاردة لازم أبني معتقداتي مش إن أنا بسمع من ده وده وده أو إن أنا بتفرج على ده وده وده أنا معتقداتي بتبقى عن اقتناع عن طريق العلم إحنا ما عندناش الحتة دي إحنا عندنا الحتة إن أنا الاعتقادات بتاعتي بتيجي مبنية على أراء الآخرين وبتيجي تثبت جوايا خلاص أنا هيتبنت على أراء الآخرين وبعد كده ثبتت جوايا أنا بقيت معتقدةي أنا بقى الجزء ده بتاعي أنا وأنا معتمد عليه يعني أنا مثلا يعني مفيش نسميها بريفيكيش إن أنا قادر أقيم إذا كان دي صح ولا غلط أنا خدت المعتقد ده بايس طيب أعرف إذا كان بصح ولا غلط يعني أعرف أقرأ أتعلم تبقى عندي خلفية علمية قادرة لا يعني أنا خدت هذة واعتقدت بيها طيب ليه معرفش زيادة عنها ليه هيوية دي بس يعني هو مثلا سي هتكلم على جزء شكل معين تصرف معين أوكي هو ده اللي صح طيب ما فيه صحي تاني يعني واحد زياد واحد بيسوي اتنين واتنين في واحد بيسوي اتنين برضو يعني هي المهم النتيجة واحدة بس اختلاف الطرق للوصول لها هي دي اللي تكلف بالضبط يعني ممكن عشان نوصل لنتيجة ممكن نوصلها بطرق مختلفة بطرق مختلفة بس المهم إن أنا أقتنع بالطرق يعني أنا هي مش طريقتي أنا بس يعني هي واحد زياد واحد بيسوي اتنين فانا أقول له اتنين في واحد باتنين برضو لا مش مختنع ليه لأن انت طريقتك بشكل تاني ويبتدي تدور على أن انت ضربت فيها حاجة عملت فيها حاجة فلغبطت الدني أوكي لما أنا بدي تعليلات لنفسي زي ما قلنا إن هي بتديني إحساس أنا صح إحساس البناء آدم إن أنا هو ربنا خلانا إن أنت بتحاول بقدر المستطاع أن أنت تتعامل بشكل يريحك مش أقول لك صح أو الغلط ما يبتديش يعمل لك مشاكل نفسية لأن أنا النهار دا لو بعمل تصرف عملي قلق هبتدي قلق هبتدي أتصرف تصرفات غلط هبتدي أشتكي أنا وبالتالي الحالة النفسية مش هتكون مستقرة بالضبط وهتبتدي يشتكي يعني أنا الموقف ده مش هاجبني زي الناس اللي بتيجي تروح للدكاترة النفسيين لأن أنا مثلا مش لازم يكون عنده مرض نفسي ولكن طباعه مثلا عصبي فطباعه عصبية دي بتخليه يخسر ناس كتير فابتدى هو يتضايق يعني هي إمتى المريض يروح للدكتور لما يبتدى أنا أتضايق عناية واجعيني هروح للدكتور لكن طول ما هي كويسة ما فيش مشكلة نفس النظام في نفسيتي لو نفسيتي تبتدت تتعب هبتدي أشتكي عشان من نفسي ما تبتديش تتعب هي الديفنس ميكانيز من اللي احنا قلناها أو القوات الدفاعية اللي احنا بنعمله بدون واعي إن أنا اللي قدامي ده غلطان آه غلطان وحش عشان أبقى مرتاح عشان نعرف بقى نتعامل مع بعض لازم لازم أتقبل إن الاختلاف موجود وممكن يبقى ظهر يعني راه هو ربنا خلقنا مختلفين يعني الناس كتير مختلفة في طبعها وفي تقالدها وفي شكلها فأكيد الاختلاف ده موجود بس يكون بحالة صحية بس إحنا النهاردة بنيجي نتكه على موضوعات معينة يعني إحنا النهاردة لو بنيجي نقول على موقف السياسة في مصر ففي كل فايلك أو كل جروب واخد جزء يضغط بي على مؤيدي أوكي بدون تحيز بدون كلام بدون الدخل في معتقداتي أنا ولكن هكلمك بشكل يعني شكل مهني النهاردة كل جروب شايف جزء معين من المؤيدي وهو بيضغط عليه على طول يضغط عليه على طول ليه؟ علشان يفضل شادة انتباه مؤيدين ويكمل في الحتة دي عشان يفضل يقوله أن أنا صح في الحتة دي فبالتالي أنا صح أنا كله هتلاقي حتى تلاقيها في التصرفات دلوقتي أن أي منقشة ده يجيب إثباتات لده وده يجيب إثباتات لده ويبتدوا يعملوا بعدين في الآخر تطلع أنها خناقة والموضوع ينتهي على أنه ما فيش حد غير رأيه ما فيش حد غير رأيه وانت اللي كدب وأنا صادق وانت اللي كدب وأنا صادق وهي جدا يعني حتى بعض الناس بتتجهت الوقتي أن هي للأراء السياسية أو الأراء اللي هي شبه بعض يعني أنا هتكلم مع أحد هبقى مرتاح أكتر لأننا لما أروح مع أتكلم أتكلم مع أحد يبقى أراءه شبهي فبالتالي هرتاح معنا بس لو قفنا عند النقطة دي بالتحديد هنخسر إيه في الفترة الأولية عشان أبتدي أتضرب لازم أشوف السين ناس أو التشابه بيننا يعني إحنا النهار ده عشان أتعامل مع أحد لازم أشوف الأول اللي شبهي وبعدين يعني أي حد أي بنا قدمين بيتعاملوا مع بعض بشوف الجزء اللي شبهي الأول ما بدورش على الاختلاف مش هينفع مش هيعرف أتعامل معي وهو مختلف هبتدي الأول أدور على اللي شبهي هيبتدي يعمل زي التجانوس كده مع بعض أول ما يحصل التجانوس ده اللي اختلاف أتقبله يعني النهار ده زي مثلا أي شركة بتتعامل حتى الجواز ممكن يبقى فيه ارتباط بينهم الاتنين في حاجات معينة أو متمثلة في شيء وفيه اختلافات المهم إن أنا أتقبل للاختلاف ده إن أنا باخد البناء آدم على بعض وما بقسمش الجزء ده تبعي الجزء ده مش تبعي ده عجبني ده مش عجبني مش هينفع حتى يعني حديدك بتفكري بكلامك يعني حتى في الحالة الأسرية الحياة الأسرية يعني أكيد الطرفين تلفين فقراء كل واحد مختلف فقراء عن التاني لكن من أتقبل بعض مش يعني مش هينتج عن الموضوع ده خلافات بقى وانفصال الخلافات بتحصل إمتى لما شدي الحبل بقى مين اللي أتمسك برأيي يبقى هو ده رأيي صح مين اللي هينتصر يعني هي المشكلة إن أنا بشوف كتير المناقشات بتطلع على مين ينتصر في النهاية هي الموضوع إن أنا أتقبل يعني زي ما إحنا عندنا مقاومات دفاعية بتخليني أقدر أتعامل مع المنظر اللي موجود ده بحيث إنه هو يبقى بشكل مرضي زي الإنكار زي الدفاعية زي أنا إسقاط التصرفات اللي أنا أعملها على الآخرين فيه جزء نقوله إنه هو شوية متشور أو بشكل وعي عنده وعيه أكثر إنه هو يقدر يقول إنه يتقبل الآخر إزاي إنه يتسامع يعني النهاردة لو جينا أتكلمنا في الدين الدين تسامح فأنا النهاردة لو عايز أتكلم مع حد في الدين ما ينفع شاب أنا شديد متشد ما ما ينفعش أنا أنا أبقى بكلمه بشكل مرعب أكثر ما هو محبب يعني أنا دايما حتى بقول خلينا ناخد من الكلام اللي إحنا بنقوله نقوله في الأسرة كمان يعني زي مثلا لو أنت دايما الأمهات مثلا عايزة أولادها تصلي فتقولك هتدخل نار لأ طبما أنا ممكن أقوله إن أنت في جنة وإن أنت لما هتصلي هتبقى بتاخد تدخل الجنة والدنيا يعني ممكن أحاق أب الظبط يعني أنا عايز أقنع لقدامي ما رعبوش يعني عايز تقنع لقدامك ما تخوفوش ما تنفروش ما تخليهوش يبعد عنك لأن أنت بتديت تتكالوا على حتة خاف منها وده اللي بيحصل لازم أوري إن القوة الدفاعية دين لأن التسامي ده والتسامح ده هيخليني الله ده جميل طبما أنا ممكن ممكن أبقى مختلف معك بس ممكن أقرب منك أسمع عندي استعداد أسمع عندي عندي القبول أن أنا أسمع عندي استعداد أسمع وممكن بتصرفاتك يعني أنت بتاعك أو أنت شكلك ده يخليني غاية رأيي لكن أنت النهاردة لو أنا لقيت أن أنت بتتعامل معي بشدة أو بعنف بغض نظر عايز تقنعني بإيه هتخليني لا أنفر بلاش لا ده مش حلو لا مش عايز أتكلم وبعدين هتثبت الفكرة اللي عندي شفتوا أنا ضد الناس دي علشان هم لا شريرين لا مش عاجبني القصة دي وبورد من شون دلوقتي يعني اتجاهات سياسية مختلفة وأراء سياسية مختلفة أنا لو اتجاه السياسي مختلف عن حد تاني إزاي أتعامل معا يعني إيه هي الطريقة الصحيحة هي المشكلة أن مصر دلوقتي كلها بيتكلم في سياسة يعني هي دي مشكلة فالاختلاف السياسي مش معناه أن أنا يعني دائم اتجاه يعني اتجاه أو طريقة معتقدات بالنسبة لي الاتجاه السياسي دلوقتي والعنف اللي بيحصل في مصر النتيجة أننا ده يتطريدنا الهيمنة يعني مش إن إحنا اللي اتنين قاعدين جم بعضين مختلفين واخدين ما كان كل واحد واخد حقه لا ده كل واحد عايز يهيمن على المكان اللي هو بيعمله عشان كده هتلاقي صرعات إن أنا مجرد إن أنا مش عندي استعداد إن أنا أسمع لأ ده أنا عندي استعداد إن أنا هيمن بس أفرد مجرد إن أنا عايزي أفرد رؤينا أنا أهيمن على الموقف اللي أنا فيه حتى في المناقشات إن أنا شاطر أنا كسبت واحد ضد اثنين. لكننا حولنا كل المناقشات بتعيدنا زي ماتشاة الكورة. فلازم حدا هيبقى كذبان ولازم حدا هيبقى خسران. أبس الكورة دورة ولا بيقولوا عليها إيه؟ نهاية ممكن أنت كذبان النهاردة أنا كذبان بكرة الدنيا ماشي كويس. والنهاية إيه؟ إن أنت لما تبعيدي كل المصالح الشخصية وتلاقي أن أنت إحنا في السياسة دي. إحنا بنتكلم في السياسة ليه؟ مش عشان مصر تبقى أحسن. طيب عشان مصر تبقى أحسن يبقى أنت بترتفعي بمعتقداتك لأعلى. وما طالما أن أنت بترتفعي بمعتقداتك لأعلى هتخليك تعملي إيه؟ تتقبلي الآخر. يعني أنا النهاردة القطعة دي الجزء ده بتاعنا أنا وأنتي. علشان أبما بتعامل معيك بشكل إيجابي طيب أديك مساحة. يبقى ده هيخليك تتعاملي بالشكل الإيجابي. إن أنا ممكن أتقبل الآخر. ممكن إيه يعني لو مختلف. والاختلاف بيخليك زي منافسة. المنافسة الشريفة تخليك إن أنا لو فيه اختلاف وأنا شايف أن أنت أحسن. لو أنا بنافس كويس هبتدي أعلى بنفسي. يعني أنا النهاردة يمكن أنا دايما أقولها كده أي انتقاد بغض النظر عن الانتقاد شكله إيه؟ أنا ببص لي من أي جهة. لو أنا جهة ناس أنا وثقة فيهم. يبقى الانتقاد ده يخليني أحسن لأن أنا فعلا فيه حاجة فيه. المصلحة. المصلحة فيه حاجة فعلا الانتقاد ده قصده إنه يصلحني يحسني. طب لو أنا بسيطة على الناحية الثانية لقيت المنتقد بيكرهني. أنا مدي له حتة بس هو مكبر. عشان أنا هو مش حبيبني أو يعني أنا بس برضو فيه حتة. لو أنا صلحتها أنا كده كده كالس بين. يعني الانتقاد سواء اللي معي أو ضدي بينطقتني. أنا الاثنين هبام أحسن يعني بتعامل بشكل أحسن. بتصرب بشكل أحسن وبالتالي هبام مودلينج. يعني أنا الناس هتبقى بتحب بتسمع أرائي. يعني الناس الكتير للناس بتسمع لأرائها لي. لأنها بتحاول بقدر الإمكان أنها ترضي جميع الأطراف بشكل عدم إنحياسي. برغم أن أنا ممكن أتكلم بإنحياس في جزء معي. ولكن حتى لو إنحست المجموعة ضد مجموعة. مش المفروض أن أنا كسر في الأدامي. مش المفروض أتقبله بهو باختلافه. مش المفروض أن أنا كسر فيه. مش المفروض أن أنا أطلع فيه إن هو فيه وفيه وفيه. ليه؟ لأن أنت هتخليه في موقف الضحية إنه يكتب. وبالتالي طالما أنه ضحية هيخد مشاعر الآخرين. يعني فعلا. ممكن يتحول أن هو يبقى عدواني بتهيئة. وده اللي احنا شايفينه دلوقتي. إن كل ما أنت بتحس إن أنت في موقف الضعف. فأنت بتسقط الإحساس ده على الآخرين. إن أنت تبقى عنيف أكتر. إن أنت تبقى عندك استعداد تستخدم العنف. وبعدين تشتكي إنه لأ أنا كنت بدافع نفسي. لأ أنت وكنتش بتدافع نفسك إذا أنت اللي بدأ ديت. بالنسبة للأراءة المتشددة أو شخص متشدد في رأيه. مستحيل أنه يغير في رأيه. أتعامل معه إزاي؟ هل أبعد عنه؟ أسمع له؟ إيه الطريقة الصحيحة؟ بوسي أقول له حررتك حاجة. إحنا طريقة تفكيرنا بتعتمد في جزء معين. يعني أنا لما باجي أختبر طريقة التفكير في جزء معين اسمه كنتنت أو المحتوى بتاع التفكير. محتوى بتاع التفكير ده بيتدرج من أنها حاجة زي قيم جوايا. ودايما تبقى القيم دي أكتر حاجة واخد جزء من حياتي. بحيث أن أنا مديها كل وقت. مثلا أنا زي الصوفية مثلا. أنا صوفي فالجزء ده واخد جزء كبير من حياتي. تاني مرحلة أو تاني طريقة. يعني أننا لما يبقى بطريقة وشويسة شوية. يعني فكرة مسيطرة على دماغي ومش قادرة أطلعها من دماغي. غير بقى الجزء بتاعت إن في بعض الناس بتوصل لشكل الضلالات. يعني إيه الضلالات. يعني إنها فكرة غلط. بس هو مصدقها. ومش قادر مهما الناس شرحونه إنها مش صحة. وإنها وتجيب الدلائق إنها مش صحة. والهاجات دي كلها هو مش مصدق اللي هي دي. بس شخصية زي دي. يعني نتعامل معها إزاي. يعني الواحد تتبع صعب جب. أقولك المراحل بتاعة التلاتة. الأول مرحلة إن أنا عندي فكرة. واخد مساحة من حياتي. بتدي مساحات بالعكس. بتدي مساحات للآخرين إن أنا أتكلم معها. ولكن ما بتدينيش. يعني ما بتولتش العنف ضدهم. يعني ما بتخلينيش بعنيف. وبالتالي دولة ممكن تتكلمي معيه. وهو ممكن يقنعك أو ممكن ما يقنعكيش. حسب يعني. ولكن ممكن يتقبل الآخر. الجزء بتاع الوسواسة دي. أو الفكرة مسيطرة عليها. ومش عارف أتصرف. هي دي اللي بتبقى شوية. عنده استعداد إنه يسمعك. ولكن بيرجع لأفكاره. لأن هي الفكرة دي اللي سابت عندي. مش عارف أغيرها. يعني أنا ممكن. ولكن لو غيرتها. أبتدأ. فأنا مش عايزة الألف. أبتدي أرجع للفكرة. مثل الحالة اللي أنا فيها مرتاح فيها. الوسواسة دي. تبقى حالة مريحة بالنسبة له. مش مريحة بالعكس. هي دين بدايقاني. بس أنا علشان أخلص من إحساسي. إن أنا بقاومها. لازم أكرر. أوكي. زي أي معتقد. يعني مثلا في ناس تلاقيهم إيه. يلتزموا شوية. بعدين يرجوا تاني. و بعدين يلتزموا. و بعدين بيتلغبطوا في التصرفات بتاعهم. ممكن بشكل إن أنا. مش خلينا نقول. الوسواسة عشان ما تتفهمش غلط بالنسبة للناس. ولكن بشكل التزبزبات بتاعة الأفكار دي. متقبلة. المشكلة بقا. بيرجع لأنه هو يعني ما عندوش إيمان كافي من جواه. إن هو حتى أفكاره أو معتقداته اللي يفكر فيها. مش بالنسبة له. مش سبتة قوي يعني. مش واضحة بالنسبة له. فعش كده. شوية كده. و شوية. اللي هو بياخد قراءه من الآخرين. اللي هو. ما عندوش شخصية قوية. مش مش ما عندوش شخصية بيعتمد على معلوماته. و معتقداته. وتصرفاته على الآخرين. يعني أنا أعدت معيك. فبقيت الله ده أنا عجبني كذا. فأنا هتصرف التصرف بتاعها. أعد مع حد تاني. طب الله ده أنا عجبني كذا. هو ده اللي ما عندوش. ما قدرش يرسم شخصيته بشكل صحيح يعني. وبالتالي بيتلاقيه بيتلغبط مرة شوية مع ده. و مرة. و احنا شايفين الحتة دي. مرة شوية مع ده. و مرة شوية مع ده. و هتلاقيه كل مرة بيروح مع جماعة أو مع جروب يعني. هتلاقيه بيقول تعليلات فضيعة. ده أنا اقتنعت. طب أنت على أي أساس اقتنعت بالجروب ده. هني المرحلة الثالثة اللي أنت بتقوليه. طب هتعامل معي زي. ده صعب التعامل معيهم. ده صعب التعامل معيهم. لأن هما بتدخل فطور. فطور أن أنا مسادة جدا. و مدام مسادة جدا. ممكن أتفاعل مع الفكرة بتاعتي. وبالتالي. النهاردة لو أنا فكرت اللي قدامي عدوي. أموته. قولي لأ. تصل لمرحلة العنف. لا. يعني لو أنا فكرت بهذا التفكير. و دي وصلت لدرجة الاقتناع الخاطئ. أن أنا مش قادر أغيره. و كل ما غيره أشوف أن أنت ضدي. و أن أنا أحطك في السيستم بتاعي. يعني أنا النهاردة. لو أنا شايف أن أنت بتقولي لي. فلان صح و كويس. مش عارف أمين. بس أنا مقتنع تماما. نواحش. هيحصل إيه؟ هحطك معي. أنت وحشة برضو زيه. دولة المشكلة الأساسية بتاعتهم. لأن هما شوية. يعني العنف ممكن يتولد في الفترة دي. من نتيجة التعامل بتاعهم. بس إحنا كمجتمع مصري حتى. يعني حالات العنف اللي بنشوفها دلوقتي. إحنا كمجتمع مصري. مش متعودين عليها. مش متعودين عليها. فليه؟ يعني حالة العنف. وبتظهر بشدة كبيرة جدا. دلوقتي. مش متعودين عليها. وكلنا. يعني. نحن حزنين أنها هي القصة. لأننا متعودين. آه ممكن نتصرف. وكل حاجة. بس أن نحدد دايق. كلنا مع بعض. وده الروح اللي بإذن الله هتفضل معنا. إنها دي الأساس. الحاجات اللي هي مختلقة دي. المختلقة دي. لأن زي ما احنا في الأول قلنا. دي هيمنة. أنا عايزة هيمنة. وبالتالي عندي استعدادة. أخذ كل الوسائل اللي ممكن تخليك تسيطري. يعني. الهيمنة دي ممكن أخوفك. فتيجي معايا. ممكن أقنعك بحاجة تبعك. يعني. ممكن أقنعك بفلوس. ممكن أقنعك بشهرة. ممكن أقنعك بدين. ممكن أقنعك بطريقة. إن أنا أقدر أشدك ناحيتي. ممكن أقنعك إن أنا المظلوم. ممكن أقنعك إن أنا القوة معايا. وبالتالي دي المشكلة اللي هي بتخلي الناس تبقى مزدودة من ناحية بعضتها. أنا مش عايزة تعامل معداء أو مش عايزة تعامل معداء. علشان أفضل في المكسب اللي أنا شايفه. سواء كان حتى مكسب نفسي. إن أنا الله أنا كويس. يعني أنا مثلا المجموعات الدينية اللي هي ممكن تكلمك إن أنت جزء ديني. خلاص. فأنا ممكن مش كسبان منها حاجة خالص. بس إحساسي إن أنا تبع الجماعات دي. إن أنا ديني كويس. وإن أنا مرتبط بربنا. وإن أنا إيماني كويس. يعني في مقولة يمكن أنا لسا كنت بقولها. إن هما بيقولوا النفس المؤمنة ما يجلهاش اكتئاب خالص. ودي مقولة خاطئة تماما. خاطئة تماما. لأن الإيمان ليس جزء. والاكتئاب هي جزء تاني. لأن الإكتئاب مرت. وبيختلف في كيميا في المخ. ويحتاج دواء. ويحتاج دخول. بمستاشر بعض الأحيان. متفصلين عن بعض. خلاص. الإيمان يساعدك. الإيمان يساعدك على كل حاجة. الإيمان هيساعدك على التعب. الإيمان هيساعدك على برد. الإيمان هيساعدك على تعابلاتك في وسط الناس. لكن ليس هيقيخي مرض زي مرض اللي يكتئب. لأن المبتلأة بيبقى من عند ربنا. والمرض من عند ربنا. والدقوة من عند ربنا. لكن لما تيجي تنشر القصة دي. فالناس تتخيل أننا لو اكتئبت. يبقى أنا ما عندي إيمان. يبقى أنا مش قريب من ربنا. تتفصل بطريقة مختلفة تماماً. وهذه الطريقة الغلطة. اللي بتخلي الناس تفكر. لا يبقى خلاص. إحنا لازم نبقى مثلاً. إحنا متشددين في الدين أو الاتجاه. يمكن أغطي الجزء اللي أنا دائماً. يعني ممكن أنا مثلاً تصرفاتي فيها شوية سلوك خاطئ مثلاً. فأنا مش قادر أقول إن سلوك الخاطئ ده وده من الناس. فهتجديني بقى تصرفت تصرف أزفر. أنا شخصية ملتزمة تماماً. ودي بتخليهم بعد شوية يتعب. لأن أنا أنا بصورة وبصورة وبصورة وبصورة. بيبقى جوة تناقض. هتخليه شوية يتعب يعني. هيتعب بعد شوية كتير. لأن أنا مش قادر. وبتلاقيها تكشفه في الآخر. مش قادر أستمر بالطريقة. مش قادر ألعب على الجزئين. في الاتجاهات السياسية اللي نحن مختلفين. في الشارع المصر بيه مؤيد للاتجاهات السياسية. وفيه مخالف للاتجاهات السياسية. وبالنسبة للرافض. هي مؤيد للاتجاهات أخرى. أاتجاهات أخرى. يعني هم الجزئين اللي في مصر مؤايدين. هناك مؤيدين ومعترضين على التجاه ده ومؤيد للاتجاه. بالضبط. بالنسبة للمعارض الاتجاه هبقى أكون مجبرة على رأي فرد علي لأنه رأيي الأغلبية في الحالة دي أتصرف إزاي هي يعني مش هبقى مجبرة قوي أنا لو أنا عندي استعداد أن أنا أؤيد وأعارض فالمفروض أن أنا أتوقع أن أنا زي ما قلنا في مبارات كرة القدم أن في حد هيدخل يكسب عشان أتعامل مع الموقف ده فيه ناس بتدخل المبارات بيضربوا بعضيهم بعد ما بيخسروا مش كل الناس هتقدر تتقبل الأغلبية وبالتالي هتلاقيها برضو بتتعامل بشكل عنيف أو بتبتدي تبتدي تعترض بشكل سيء لكن التقبل الآخر إزاي إن أنا بختبره يعني أنا إيه إن أنا النهاردة لقدامي ده معارض أو أنا مش عايزه يعني وبالتالي طب أنا هشوف التصرفات بتاعته عامل ازاي طب بتعامل ازاي بيتصرف معي ازاي مثلا نديهم فرصة نشوف إيه اللي هيحصل بعد كده تتفرجي بقى بتشوفي الدنيا عامل ازاي يعني أنتي بتشوفي بس برضو ما تخلناش نقولها أن أنا مستنيا له يعني برضو يعني أنا عايزة عارض مش عادة متحفزة أي حاجة هتحصل يبقى خلاص هنزل أعمل مشاكل بالضبط هي دي العفر دكتورة شهير بشكورك لوجودك معنا النهاردة سلامتك حضرتك بتكوحي بشكورك لوجودك معنا وشرفتين مشاهدين أتمنى تكون فقرة عجبتكم استنونة فقرة تانية لكن بعد الفاصل خليكم معا